مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب وأنا حابب أهني حضراتكم بسنة جديدة أصلي أن تكون هذه السنة سنة سعيدة مباركة تختبروا فيها أكتر نعمة الرب ورعاية الرب لحياتكم طبعا نحن لا نعلم ما سيكون في هذا العام لكننا نعلم شيئا واحدا أن الله الذي كان معنا هو مازال معنا وسيكون معنا إلى النهاية هو عما نؤيل الذي تفسيره الله معنا كمان بهني كل الإخوة المصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد اللي احتفلوا بي من يومين وبصلي أن يكون هذه المناسبة سنة سعيدة أيضا مباركة لحياتكم موضوع حلقة النهاردة هو هل يسوع المسيح هو المسيح المنتظر؟ هل فعلا يسوع شخصية تاريخية اللي جات من ألفين سنة؟ اللي عاش في اليهودية وخدم في اليهودية وصار كان له تلاميذ وصلب ومات وقام هل هو فعلا المسيح المنتظر؟ لكن قبل اسمحولي قبل ما أدخل في الموضوع ده دايما بيجي أيام العيد الميلاد بيبقى فيه لغط كتير عن مفهوم التجسد وبتبقى فيه بعض التشويش والأفكار الغريبة المرتبطة بتجسد المسيح فأنا هاخد للمعاليش كام دقيقة الأولانين دول أتكلم فيها عن مفهوم التجسد وفي نفس الوقت هتكلم عن بعض التعريف الغريبة اللي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت أول حاجة لما أقول مفاهيم خاطئة عن التجسد هانها رأيتين من رسالة يحنى الأولى ورسالة يحنى الثانية رسالة يحنى الأولى بتقول بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم أي تعليم بتنفي تجسد المسيح دي ليست من الله بل هي من الشيطان بل كل تعليم تؤكد حقيقة التجسد الإلهي هي من الله كل روح لا يعترف بيسوع أنه قد جاء في الجسد فليس من الله لكنه الأكتر من كده كمان يحنى يقول لنا إيه يقول لنا في رسالة الثانية قد دخل إلى العالم مضلون كثيرين أو كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد هذا هو المضل والضد للمسيح يعني كل واحد ينكر التجسد أو يفسر التجسد على مزاجه كويس هو مش بس أنه بينكر حقيقة إيمانية لكنه يعتبر ضد المسيح مقاوم للمسيح كويس طيب ما هو التجسد؟ التجسد ليس في الإيمان المسيحي معناه أن الله قد تحول قلنا الكلام ده وهنقوله مرات ومرات التجسد ليس معناه أن الله قد تحول إلى إنسان لأنه يبقى إنسان ما بنؤمنش بالترانسفورميشن دو بالتحول هذا فهذا المفهوم مفهوم خاطئ ومفهوم غير كتابي فالله لم يتحول لأن التحول يعني تغير في صفاته يعني تغير في طبيعته فالله لم يتحول لم يتغير في طبيعته لم يتغير في لهوته لم يتغير في صفاته لم يتغير في شخصه كويس فالله لم يتحول إلى إنسان بل صار جسدا والكلمة صار لا تفيد التحول لكنها تفيد الاتخاذ أي أن الكلمة اتخذ جسدا أي أن كلمة الله الأزلي اتخذ جسدا وصار إنسانا بدون أن يطرأ أي تغيير على لهوته ده ببساطة تجسد كويس التجسد ليس معناه تحول أي شخص ينادي بأن التجسد هو تحول هذا فكر ليس فكرا مسيحيا ولا عقيدة مسيحية تجسد أيضا ليس معناه أن إنسانا صالحا صار إلها أو هذه البدعة نسميها بدعة التبني اللي بتنادي بأن يسوع المسيح كان إنسانا طيبا رائعا جميلا محبا خيرا والله رأى فيه هذه الصفات فالله تبناه رفعوا من إنه يكون إنسان إلى إنه تبناه جعلوا ابنا له هذه الفكرة هي هرطقة قديمة قومتها الكنيسة ولا تمثل الإيمان المسيحي بالسلاة ليه؟ لأنه هنا بنجعل المسيح ليس مساويا للآب في الجوحر وده ضد الإيمان المسيحي فزي ما أقول هذا الفكر فكرة التبني بينفي لهوت المسيح وهو ضد الإيمان المسيحي فالتجسد ليس معناه تحول الأعلى إلى أوطاء الله إلى إنسان وليس معناه رفعة إنسان لكي يكون إلها هذا وثنية هذا ليس له صلة بالإيمان المسيحي ما لإيه التجسد؟ تجسد ببساطة هو أن المسيح الإبن الأزلي الذي مع الآب منذ الأزل أخذ في شخصيته الإلهية طبيعة إنسانية جديدة ودخل بها إلى العالم لكي يخلص الخطاء هذا ببساطة تعريف التجسد التجسد هو اتحاد اللهوت بنسوت التجسد هو أن الإبن الكلمة الأزلي اتخذ طبيعة إنسانية جديدة ودخل بها إلى العالم والغرض هو أن يخلص الخطاء بمفهوم آخر التجسد هو أن كلمة الله يسوع المسيح الذي هو موجود قبل البد اتخذ طبيعة بشرية من خلال ميلاده من مريم العذراء ففي أحشاء العذراء مريم حل الله الكلمة واتخذ بذرة الحياة اتحادا تاما وكاملا كده يقول الكتاب ففيه يحل كل ملء اللهوت جسديا ويقول الرسول بوليس أيضا بالإجماع عظيما هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ده تجسد الله طب ليه أنا بقول الكلام ده بقول الكلام ده لأنه ظهرت على الساحة بعض لنقول البدعة والانحرافات الفكرية البعيدة عن الإيمان المسيحي التي تقدم تعريفا آخر للتجسد ليس له صلة بالإيمان المسيحي وأنا يعني آسف إن أنا أقول الكلام ده لكن يبدو إن إحنا بنعيش في عالم هذه الأيام عالم فيه المعرفة متاحة والاطلاع على كل ما هو جديد موجود وللأسف البعض بيتبنى أفكار بيرى فيها أنها أفكار مودرنة يعني حديثة شوية كويس أفكار بالنسبة لشخصه دي أفكار هيقبلها الشباب لأنه الفكر القديم عن التجسد ده فكر قديم غير مقبول فالبعض بينادي بالحداثة وبي أفكار غريبة لا تمتل صلة بالكترة المعدة ومن ضمن هذه التعريفات للأسف وأنا حطيت مبارح بوست على الفيسبوك وكان لي رد فعل إيجابي كبير جدا من مئات الأشخاص هذا البوست حطه الدكتور أوسم وصفي والدكتور أوسم وصفي مردود كتير على أفكاره اللي نادى بيها بخصوص إيمانه بالتطور وإيمانه بأنه آدم هو أول إنسان تطور التفرة اللي حصلت فيه التطور وإيمانه بعدم تاريخية آدم وحواء وإيمانه بأنه سفر التكوين الأصححات الأولى من سفر التكوين هي عبارة عن أساطير وإيمانه بأنه قصة السقوط ما هي إلا قصة رمزية ليس لها أساس تاريخي إلى كل هذه الأفكار نحن هنا نناقش الأفكار ونترك القلوب والنيات للرب لكنه إذا كان الفكر بيتحط على العامة فالفكر أيضا يناقش عامة وهذا الفكر وضع عامة وقرأه كثيرون بل الألاف من الأشخاص الدكتور أوسم بيقول في تعريفه للتجسد وهو المسيح الكوني المسيح الكوني Universal Christ اتحاد الإلهي بالمادي اتحاد الإلهي بالمادي منذ الانفجار الكبير هذا الاتحاد صار في مصار التطور حتى صار قمة تطور المادة إنسانا طبعا زي ما ذكرت بالأمس إنه ممكن بعض يقرأ التعريف دوا ويقول إيه الكلام أنا مش فاهم حاجة يعني إيه المسيح الكوني يعني هل بيقصد بالمسيح الكوني المسيح رب الكون سيد الكون كله ولا يقصد بالمسيح الكوني المسيح الذي هو في كل إنسان منذ خلق العالم إنه Universal Christ المسيح موجود في كل مكان وموجود عند كل الناس وكل الناس عندها معرفة بالمسيح إنوي والبعض بيرى إنهم مجرد كلام زي ما بنسميه إحنا بالعربي فازلك لكن بصراحة هذا الفكر فكر خطير جدا وإنا حبيت إنه أتناول هذا الفكر مش لكي فقط أنتقد الدكتور أوسم في أفكاره لكن أيضا لكي ما أعلم أن كثيرين يعني ممكن للأسف يتخضعوا ببعض هذه الكلمات والأفكار الغير كتابية طبعا هذا الفكر ليس بالجديد هذا الفكر فكرة المسيح الكوني ليست الفكرة الجديدة هذه الفكرة فكرة كتبها ريتشارد رور وكتبها في كتابه The Universal Christ كويس والفكرة الأساسية اللي بينادي بيها هذا الكاتب الإنجليزي أو الكاتب اللي كتب الإنجليزي يعني إنه هو أساسا أمريكاني إنه كان مفروض إنه يعني المسيح كشخص المسيح كشخص مختلف عن يسوع الجيف اليهودية من ألفين سنة طبعا هذا الفاصل لا نجده في كلمة الله يعني مين بيقدر يفصل المسيح عن يسوع كويس مين يقدر يفصل هناك نبوات كثيرة في العهد القديم عن المسيح أيوة لكن هل تقدر تفصل ما بين المسيح و يسوع ممكن تقول الكلمة اتخذ جسدا أن التجسد لم يكن أزلي التجسد هو أنه الضرورة الحتمية الطبيعة البشرية التي اتخذها الكلمة لكي ما يدخل بها العالم كويس فتكلم عن نسوته لكن مين اللي يقدر يفصل ما بين المسيح و ما بين يسوع لأنه دو الشخص واحد في التجسد شخص واحد لكن هو بيقولك المسيح الكوني المسيح ده اللي موجود في الكون كله كويس وهذا المسيح الكوني موجود في كل شخص و في كل شيء موجود خلوا بالكوه في كل شخص و في كل شيء اللي هي العقيدة الوثنية القديمة بانثيزم اللي هي أنه الله موجود في الشجرة و موجود في الإنسان و موجود في الجبل و موجود في النخلة و موجود في المية و موجود في كل شيء الله موجود في كل شيء اللي هي نيو ايج مومينت ممكن كمان بنسميها الفكر الوجودي ان الله موجود في كل حاجة الله مش منفصل عن الطبيعة الله مش منفصل عن الخليقة لكن الفكر الكتابي بينادي بعكس كده بيقول ان الله منفصل عن الطبيعة في شخصه منفصل الله ليس الطبيعة هو خالق الطبيعة الله فوق الطبيعة الله هو الذي اوجد الطبيعة الله ليس الانسان لكنه هو الذي اوجد الانسان الله شخص موجود بذاته منذ الأزل وإلى الأبد مش موجود في الأشياء ولا موجود في الأشخاص ولا موجود في كل شخص ده الفكر الكتابي عن الله اللي هو الإله الذي كله الوجود كله المعرفة كله العلم الموجود بذاته منذ الأزل الإله المنفصل عش كده يقول الكتاب في البدء خلق الله السماوات والأرض فده الفكر فكر ليس فكرا كتابيا وبعدين الحاجة الثانية إنه هذا الفكر أساسا أقرب منه إلى البوزية والهندوسية من الفكر المسيحي إن الله موجود في كل الأشياء كويس وإنه هذا الإله اللي موجود في كل الأشياء بيحصل له نوع من بيجعل الإنسان ريئنكارنيت والإنسان موجود إلى الأبد وبيأتي الإنسان بصور مختلفة كل هذه الأفكار ما هي إلا أفكار وثنية بوزية هندوسية وثنية قديمة الفكر بقى أنه الإتحاد الإلهي بالمادي إيه إتحاد الإلهي بالمادي منذ الانفجار الكبير هل الله اتحد بالمادة منذ منذ الخليقة؟ هل الله اتحد بالمادة؟ يعني فكري ريتشارد رور بيقول إنه الله بيحب الأشياء للدرجة إنه بيصير هذه الأشياء يعني 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 إلى الدرجة إن الله بيحب الأشياء الله بيحب الجبل فيصير جبل الله بيحب الحيوان فبيصير حيوان الله بيحب الإنسان فبيصير حيوان إنسان الله بيحب كذا فبيصير كذا الله يحب الأشياء للدرجة إنه بيصير هذه الأشياء إمتى الله اتحد بالمادة؟ المسيح اتخذ جسدا والتجسد هو اتحاد لكن لما يقول لي هنا الاتحاد الالهي بالمادي منذ الانفجار العظيم أو الكبير وهذا الاتحاد هذا الاتحاد صار في مراحل التطور يعني يسوع المسيح هو مرحلة من مراحل التطور حتى وصل إلى أن المادة صار إنسانا طبعا فكر ريتشارد نادي أيضا بأن التجسد ليس هو مجرد أن المسيح أتى إلى علامنا التجسد ده اتحاد الله بالمادة منذ الخليقة فالله اتحاد بالمادة لما خلقها زي ما يقول دكتور أوسم منذ الانفجار العظيم وبعدين اتحاد بالمادة لما تجسد وبعدين هي اتحاد بالمادة في مجيءه الثاني فالتجسد هو تكرار أو حركة ديناميكية حية ديفاين اكتيفتيز على مدار العصور والأغرب من كده أن فكر ريتشارد رولي اللي بتبنى الدكتور أوسم بينادي بأن الخلاص يكون بالإصنارة أنه الإنسان لما يدرك الحضور الإلهي في المادة ويدرك الحضور الإلهي أن الله موجود في كل الأشياء وأن الله بيحب الأشياء للدرجة أنه بيصير هذه الأشياء أنه الإنسان لما يصل إلى هذه الدرجة يحصل له نوع من الإصنارة هذه الإصنارة هي هي الخلاص يعني الخلاص ليس بدم يسوع المسيح وليس بالإيمان بيسوع المسيح وليس بعمل يسوع المسيح كل هذه الأفكار والتعريف ما هي إلا تعريف خارج النطاق المسيحي هي بالعكس تطعن في الإيمان المسيحي يبقى المسيح ليس له أساساً احتياج لمجيء ليس لنا احتياج لمجيء المسيح ومجيءه ليس ضروري الغريب من كده بقى أنه تحت هذا التعريف تحت هذا التعريف بالأخص كويس لصفحة الدكتور أوسم اتحط أيضاً شيء آخر واحد اسمها مريان مريان منجريوس غالباً حتى حتى عبارة تحت تحت البوست بتاع الدكتور أوسم وكتبه فيه خلاصة خلاصات الفهم والحياة خلاصة خلاصات الفهم والحياة ليست من اكتر المعدس خلاصة خلاصات الفهم والحياة واخداها من معلم هندوسي يعتبر النهاردة معلم روحي ليه فيديوهات كتيرة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى وعلى التاك تاك وكمان يعني بيدعو في اليوناتد نيشنز وفي الجامعات هو متكلم كبير هندوسي سادغورو اسمه قال ايه هذا الصغش قال ايه عن المسيح بقى اللي هو يعتبر خلاصة خلاصات الفهم والحياة اوه هذا الشخص بتكلم عن المسيح هتقول لي اسيس اشف بتكلم عن المسيح ده حاجة كويسة اقول لك حاضر ماشي احنا يوم ما نكتبس حد ياريتنا نعرف احنا بنكتبس مين ويريتنا نعرف فكر هذا الانسان او هذا الشخص عن يسوع المسيح لكي لا نكون محمولين بكل ريح تعليم ومش كل كلام بيتكتب شكله كويس بيبقى معناه كويس كويس هذا الشخص قال لي المسيح هو امكانية المسيح هو امكانية المسيح possibilities كويس هذه الinformations الامكانية كويس موجودة في كل انسان ينبغي تعزيزها يعني المسيح امكانية المسيح ليس شخص كويس المسيح هو امكانية ينبغي تعزيزها في كل انسان ليس كديانة بل كعملية روحية أنك تصل إلى النيرفانا أنك تصل إلى الحالة الروحية أن المسيح إمكانية ينبغي أنك تعززها كأنك تدوس على الزرار كل يوم تعزز المسيح كفكرة في حياتك وليس كشخص طب تعالوا بأن نشوف هذا الشخص المعلم الهندوسي بيعلم إيه عن المسيح هذا الإنسان اللي يقرأ واللي يتفرج على فيديوهاته يعرف أنه قال بعض الحاجات اللي تعتبر خطيرة عن المسيح من ضمن هذه الأشياء اللي قالها قال أن المسيح يسوع جاء في المكان الغلط وفي الزمان الغلط وللناس الغلط يعني كل قرارات المسيح غلط مشكلة المسيح ومأساته الكبرى أنه جاء للناس الغلط وفي الزمان الغلط وفي المكان الغلط وده ضد الإيمان المسيح ليه؟ لأن الإيمان المسيح بيقول لنا أنه ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة مولودا تحت النموس يبقى فيه ملء الزمان أنه المسيح أتى في الزمان المعين المخصص من قبل الله في خطة الفداء الأزلية أنه في هذا الزمان يأتي يسوع المسيح يدخل إلى عالمنا يبقى مجاش في الزمان الغلط ومجاش للناس الغلط لأنه كان لابد أن يكون يهوديا كان لابد أن يكون ابن داود بحسب الجسد يعني مجاش في المكان الغلط ومجاش في الزمان الغلط ومجاش للناس الغلط وبعدين قال لك إيه؟ قال لك أنه مشكلة يسوع حظه السيء ده بتنفس التعبير Bad luck Bad luck بتاع المسيح أنه نادى بأنه هو الله نادى بأنه شخص إلهي وطبعا اليهود حكموا على هذا الإدعاء لكن لو جي للمكان الصح لو المسيح كان جي للهند كويس وللناس الصح ونادى بأنه إله كان هيقبل ضمن الثلاث تلاف إله اللي بيعبدوه الهند والمسيح مش عايز يبقى ضمن الثلاث تلاف لأنه بمن تشبهونني يقول الرب هل نقبل هذا عن يسوع المسيح؟ هذا الشخص ليؤمن بقيامة المسيح التاريخية بقيامته من بين الأجساد من بين الأموات هو يؤمن أن المسيح ينبغي أن يقوم جواك كفكرة هذه الفكرة أنت تعززها ولما تعززها ممكن تبقى في تطور روحي لحياتك المسيح في إيمانه الشخصي ليس شخصا المسيح مجرد فكرة كيف لنا أن نقبل هذه الأفكار؟ كيف لنا أن نقول على من قال أن المسيح هو مجرد إمكانية ينبغي تعززها ونقول أن هذا الكلام هو خلاصة الفهم والحياة ده المسيح قال من لا يقبلني من لا يقبلني قبوله كشخص مش كفكرة المسيح ليس فكرة المسيح عندما يغير الحياة يغير الحياة كشخص وليس فكرة الفكرة تقتنع بها وترميها بكرة وتغيرها بعد كده لكن كشخص لا تستطيع أن تفعل هذا لأن هذا الشخص مش أنت اللي بتمتلكه ده هو اللي بمتلكك عندما يأتي يسوع المسيح إلى حياتنا نحن لا نمتلكه بل هو الذي يمتلكنا وعندما يمتلكنا يغيرنا إنما هذه الأفكار كلها للأسف وتلاقي ناس معلقة على بستات زي كده إيه الجمال ده ربنا يباركك إيه الروعة والعمق ده روعة وعمق إيه أعمى يا قود أعمى من ناس ترجع لكثير مؤدس وتمتحن كل فكر بحسب كلمة الله بس طبعا هؤلاء لا يؤمنون بأن كلمة الله معصومة هم يؤمنون أن يسوع لا يمكن أن تحده في الكتاب المؤدس ويسوع لا يمكن أن أعرفه برى الكتاب المؤدس لا يمكن أن نعرف يسوع برى الكتاب المؤدس ولا نعرف عن المسيح شيئا برى الكتاب المؤدس ويوم يسوع بيعلن نفسه لشخص بيرجعه إلى الكتاب المؤدس عشان يقرأ الكتاب المؤدس ويعرف عن شخص المسيح أكثر فكرة أن الكتاب المؤدس أصغر من يسوع وأن يسوع أكبر من الكتاب المؤدس وأن يسوع لا نستطيع أن نحده في الكتاب المؤدس آه كلهوت كالله أنا معيك بس في نفس الوقت لا يمكن أن تعرف يسوع برى الكتاب المؤدس ده اللهم كده فتشوا الكتب ليه فتشوا الكتب لأنها الكتب هي اللي هتعرفكم عني يعني أنا هعرف عن يسوع إزاي برى الكتاب المؤدس حتى اللي بيظلهم يسوع من الإخوة المسلمين دايما يسوع بيقودهم للكتاب المؤدس لكن مش برى كتاب المؤدس يعني كلامك هو حق كلمة الله الكتاب المؤدس هو الحق زي ما يسوع هو الحق والكلمة أعلنت لنا يسوع الحق طبعا كل هذه الأفكار منبعها فكر واحد سيبك من كتاب المؤدس حط الكتاب المؤدس على جنب الكتاب المؤدس ليس كتاب لكل العصور ولا كل الأجيال كتاب المؤدس ما ينفعش النهاردة للشباب اللي يؤمنوا بتطور واللي يؤمنوا بنظريات التطور والعلم الحديث وإلى آخره الكتاب المؤدس ده كتاب قديم وده اللي بينادي بيه الدكتور الأوسم وغيره الدكتور الأوسم اللي في مرة أحد شيوخ الإسلام اقتبس من كتابه وامتدح كتابه لأنه بيطعن في الكتاب المؤدس لأنه بيطعن في العهد القديم أنا عارف أنه عندنا ما يكفينا من مشاكل الحياة بالأخص هذه الأيام من غلاء من معاناة مادية من معاناة نفسية الكثيرين لكن لكن التعن في كلمة الله أيضا خلينا ننتبه أنه ليس كل فكر وكل كلام نمق وكل كلام ملهوش معنا كويس يعتبر فكرة حديث وجميل نقبله خلينا نكون مضاققين خلينا أي كلمة نسمعها أي كلمة نسمعها نفحصها مع كلمة ربنا نخدها لو نقراها نفحصها مع كلمة ربنا يعني المسيح الكوني يعني فين دي في الكتاب معدس مثلا وهل هذا الفكر هو فكر جديد حديث بينادي بإيه بيقول إيه ما تخبرناش نكون مخضوعين بكل فكر لأن ياما في أفكار ممكن توضينا الهلاك زي ما قال رسول يحنى كل روح ينكر أن يسوع قد جاء في الكسد هو ضد المسيح طيب أرجع لموضوعنا هتقول لي سيس أشوف احنا لسه نرجع للموضوع اللي اللي كلمنا فيه طيب خلينا ناخد الوقت اللي جاي في الموضوع ده هل المسيح هو المسيح طبعا هذا الادعاء ادعاء زي ما حضراتكم كلكم عارفين ادعاء بيدعيه لبعض نقول لك المسيح مش هو المسيح لأن المسيح في العهد القديم له أوصاف ما ينفعش تطبق على المسيح وفي نفس الوقت المسيح لم يقل أنه هو المسيح المسيح ما قالش أنه هو المسيح ولما يبرحن على أنه هو المسيح وكان هؤلاء يتكلمون بسلطان أنا معرفش السلطان ده جايبينه منين لكنه هو دايما سلطان الجاهل وليس سلطان المتعلق طويس الجاهل دايما تلاقيه متزمت لفكرته ده الجاهل وكلما ازداد الإنسان جهلا كلما صار متعصبا أكثر عش كده اللي يقرأ الكتابة عن دس يقدر يفهم هل فعلا المسيح هو المسيح هو المسيح المنتظر هو اللي تتحقق في كل النبوات هو اللي انتظروا اليهود وهو اللي تحققت فيه كل نبوات اللي اتكلمت عن المسيح طيب خليني أجي بسرعة في عجالة كلم عن هناك ثلاثة ألقاب لقبة بيها المسيح سميها ألقاب المسيح ألقاب المسيح ألقاب المسيح من ضمن هذه الألقاب هي طبعا اللقب الأولاني المسيح وكلمة مسيح معناها الممسوح المعين لتتميم مقاصد الله ده المسيح كويس فالمسيح اللقب الثاني في الكتاب مؤدس للمسيح هو ابن الإنسان ارتبط لقب ابن الإنسان بالمسيح سواء في العهد الجديد أو في العهد الأديم وانتكلم عن النقطة دي كويس واللقب الثالث هو ابن الله إشارة أيضا إلى المسيح فالثلاث ألقاب دول مهمين جدا هل الثلاث ألقاب دول نجدهم في المسيح هل الثلاث ألقاب دول أشير بهما إلى المسيح هل المسيح أكدهم في شخصه ولا لا كويس نجد لي شهادة يسوع عن نفسه أنه هو المسيح هل المسيح شهد عن نفسه أنه هو المسيح زي ما دايما الإخوة المسلمين مصدعيننا بالسؤال أريني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني وأريني أين قال يسوع أنا هو المسيح هل شهد يسوع عن نفسه أنه هو المسيح خلينا ناخد بعض الآيات كويس طبعا كلنا عارفين قصة حوار الرب يسوع مع المرأة السامرية هذه القصة الشهيرة اللي ذكرت في إنجيل يوحن أصحى حربعة وأنه زي في هذه القصة وفي هذا اللقاء لقاء المسيح مع المرأة السامرية أن المسيح وصل بيها إلى الإيمان أنه هو المسيح يعني يعني تدرج في المعرفة من رجل يهودي أرى أنك نبي وبعدين وصل بيها إلى أنه هو المسيح شوف هنا قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح المرأة السامرية بتقول المسيح أنا حسب معرفتي ويس أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي فهي كيهودية حتى وإن كانت السامرية إلى أنها تعلم أن المسيح سوف يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء لما ييجي المسيح وده كان الفكر اليهودي جزء من الفكر اليهودي أنه لما يأتي المسيح هيخبرنا بكل شيء زي ما عندما يأتي هيكون هناك العصر المسياني الذي يسود فيه المسيح إلى آخر هذه الأمور فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء ماذا قال له يسوع وده ده الإعلان المباشر من يسوع على أنه هو المسيح قال له يسوع أنا الذي أكلمك هو أليس هذا إعلان من المسيح أنه هو المسيح يعني زي زي ما تكون أنت مثلا رايح عزبة ولا قرية دير مواس مثلا وداخل وبتقول أنا أنا عايز أقابل فلان الفلان بتسأل على فلان الفلان كويس فبتقول أنا عايز أقابل أبو أبو جيرجس مثلا فتلاقي شخص يقولك أنا أبو جيرجس أليس أليس هذا إعتراف رسمي من المسيح أنه هو المسيح أنا الذي أكلمك هو أنا هو المسيح وعش كده المرأة تغيرت والمرأة أدركت أنها تقف أمام المسيح الموعود المنتظر الذي ينتظر كل اليهود وأن هذا المسيح هو الذي أخبرها بكل ماضيها وأن هذا المسيح هو الذي غير حياتها وعطاه حياة جديدة أنا الذي أكلمك هو ده أول إعلان أو الاعتراف بنجده في الكتر المعدس أن يسوع المسيح هو المسيح المنتظر نيجي لكلام كلام الرب نفسه في يحنى 17 وعدد 3 لم يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته يسوع هو المسيح يسوع هو شخص المسيح يسوع المسيح الذي أرسلته في مرأس 14 فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك أأنت المسيح ابن الله ابن المبارك الرئيس الكهنة بيسأل المسيح الواف قدامه بتحاكم فقال يسوع أنا هو أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء كويس فأنا هو إعلان آخر من إعلانات المسيح أنا هو المسيح طيب ناخد الأخت في ريال من إنجلترا ونرجع نكمل مع حضراتكم ألو ألو أخ أشرف سلام نعمة المسيح سلام ونعمة أخت في ريال وانت طيب وبألف خير صحب سلام كل سنة وحضرتك طيبة مع أسرتك أشكرك الله يخليك أخ أشرف كفيت ووفيت عن المقدمة عن هذول المهرطقين اللي طلعوا الزمن الجديد فطبعا ما رح أصل بالمعلومات اللي حضرتك عندك بس أنا بس حاب أقول إنه الكتاب المقدس الوحي الإلهي يقول بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فكل فكرة هي ضد التجسد هي من الشيطان لأنه التجسد هو الرب يسوع المسيح له كل المجد لمن الله تجسد في الرب يسوع وأخذ صورة إنسان وراح الصليب وسحق الشيطان فالشيطان طبعا يكره التجسد ويكره بالنهاية الصليب طبعا أما هذول المهرطقين اللي طلعوا معرف يعني مع كل احترامي شخصه الدكتور أوسن وصفي وأنا هاي أول مرة أسمعه باسمه مع كل احترامي له أنا معرف من أي كتاب مقدس من أي كتاب قرأ هذه كل الهرطقات وهل يعتبر هو نفسه مسيحي وأنا فقط أقول أن الكتاب المقدس يحذر يحذر كل من يتأثر ويصدق هذه الهضطقات لأن يقول الوحي لإلهي في الكتاب المقدس لا يغركم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية وإن شاء الله كل واحد ما يكون من أبناء المعصية وأيضا أقول للدكتور نفسه أوسم وهذا اللخ الهندوسي من أعثر أحد الصغار المؤمنين الرب يستعقل بفمه الطاهر ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحة وطرح في البحر يا ويلك يا ويلك يا دكتور أوسم وصفي اللي طال تتهرطق وتجيب الشباب وتخليه مصدقون أما هذا الهندوسي فحدث ولا حرك اللي عندك ملايين ملايين الآلهة اللي أنتم تعبدوها إذا كان المسيح جاء لجماعة غلطوا غيره فإذا إحنا المؤمنين أنا والأخ أشرف والمؤمنين المسيحيين إذن إحنا هم غلط لكن أنا أخلي هذا الغلط على رأسي وأمجده وأقدسه إذا غلط في نظرك في فكرك الشيطاني أن المسيح هو ربنا وإلهنا مخلصنا وأصلي أن الرب يرحمك ويقودك إلى الحق لأن المسيح بفمه الطهر قال أنا هو الطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي وأنت من الهندوس يا رب الرب يرحمكم ويا دكتور أوسن وصفي الرب يرحمك إنت أيضا أشكرك أشرف والرب يباركك ويحفظك شكرا لك أخت في ريال شكرا لك زي ما فعلا قالت الأخت في ريال مهم جدا أنه أنا عارف طبعا أنه هناك أتباع كثيرين للدكتور أوسن وشباب كثير يعني بيقروا أفكار وكتبوا لكن يعني للأسف الأفكار التي ينادي بها الدكتور أوسن وإن كان بيقول أنه دفعه صح أنه يأخذ الكتاب المؤدس من على الشلف اللي محطوط في الشلف ده لأنه كتاب قديم محدش بيراه وأنه يوصلوا للشباب بطريقة مفهومة فالتطور بالنسبة له والإيمان بالتطور وأنه آدم مجرد التطور اللي حصل للخليقة فبالتالي يطعن في تاريخية آدم وحواء والسقوط وكل هذه الأمور كل هذه الأمور على فكرة يعني يمكن بتقولوا أن الأمور دي بسيطة بس هي مش بسيطة لا مش بالبساطة دي ليه لأنه إذا كانت قصة السقوط أساسا قصة أسطورية يبقى يبقى المسيح جي ليه يبقى أي فكرة فكرة أنه أخطأ الجميع وإزاي الجميع أخطأوا في آدم ويبقى بولس غلطان ويبقى كلام المسيح كمان غلط لأنه في البدء خلقهما ذكرا وأنسا لا دا ما خلقهمش دا تطوره دا خدوا ملايين السنين عبالة ما تطوره يبقى كلام المسيح غلط يبقى المسيح غلطان مسيح أساسا ما يعرفش أنه آدم وحوط خلقه بالتطور وابني على كده كتير وكتير وكتير فطعن في كفارة المسيح في أهمية مجيء المسيح في معرفة المسيح الكلية في كل هذه الأمور يبني عليها للدرجة أنا هيصير المسيح فيما بعد عشان كده البعض بقولي طب أنت أسيس أشف كتبت كتاب أنا أنا كتبت كتاب اسمه في البدء تكوين واحد للاحد عشر كتاب كبير اتنشر ونقشت فيه كل هذه الأفكار كتاب في البدء وبعد كام سنة كتبت كتاب آخر سميته المسيح من هو إيمانا في شخص المسيح وفي عمل المسيح والبعض قال لي طب إيه علاقة دون بدون أنت ليه تكلمت عن في البدء وبعدين تكلمت عن مسيح لأن دي الحلقة وانس أن أنت تعانت في تكوين واحد للاحد 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 هيصل بيك المجال لأنك تطعن في المسيح دي الحلقة اللي مش شايفها لبعد بس دي دا الحلقة اللي حصلت حتى في الكنيسة الغربية النوانس أن أنت بدأت تنزل لكتال المؤدس على أن مجموعة من الأساطير ومن القصص الرمزية هي مجرد أمور رمزية أنت بسهولة جدا هتطعن في شخص المسيح وده اللي احنا النهاردة بنشوفه الطعن النهاردة ليس في تكوين واحد إلى ثلاثة دا حصل الطعن النهاردة هو في التجسد في الكفارة في عدم خطأ المسيح حل المسيح كان قابلنا للقطع أم غير قابل لأنه يقطئ كل هذه الأمور طعن في شخص المسيح وده دايرة طبيعية بتمشي فالرب يحفظنا و يحمينا بوترس كمان أعلن أن يسوع المسيح هو المسيح لما بوترس فأجاب سمعان بوترس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي وقتها الرب يسوع قال له طوب لك يا سمعان ابن يونة لأن لحمة ودمن لم يعلن لك لكن أبي الذي في سمعية بمعنى الإعلام أن يسوع المسيح هو المسيح دا إعلام من الآب مباشر أعلن الآب هذا لبوترس وبوترس أعلنه فأجاب يسوع وقال طوب لك يا سمعان ابن يونة أن لحمة ودمن لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات كمان إعلان آخر في يحن 25 سوري يحن 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 11 25 إلى 27 يحن 11 25 إلى 27 قال الله يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يمت إلى الأبد أتؤمنين بهذا قالت له نعم يا سيد أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم يبقى المسيح أعلن أنه هو المسيح الآخرين بوترس ومريم أعلنوا أنه هو أيضا المسيح كمان لقب ابن الإنسان مرتبط بالمسيح لقب ابن الإنسان مرتبط بالمسيح المنتظر المسيح الذي سيأتي في ملء الزمان المسيح الذي تحدث عنه نبوات العهد القديم كويس عش كده هذا اللقب اللي يعرفين الأنجيل يعرف أنه هذا اللقب لقب ابن الإنسان هو اللقب المفضل عند الرب يسوع عندما كان يشير إلى نفسه كان يقول عن نفسه أنه ابن الإنسان كويس في مرات ومرات ومرات يعني الأنجيل الثلاثة ذكرت لقب ابن الإنسان تسعة وستين مرة في إنجيل يوحنى فقط ذكرى تلاتتاشر مرة بمعنى أن لقب ابن الإنسان استخدم اتنين وتمانين مرة في الأربع الأنجيل تسعة وسبعين مرة كان المسيح هو المتكلم عن نفسه أن ابن الإنسان قد جاء ترون ابن الإنسان أتيا أن ابن الإنسان كذا يبذل نفسه في ديتها عن الكاثرين ومتى جاء ابن الإنسان كل الإشارات إلى شخصه كان يشير المسيح بيها إلى نفسه على أنه ابن الإنسان تسعة وسبعين مرة طب ليه لأن هذا هو لقب المسيح وهذا اللقب لقب المسيح لم يختاروا المسيح هذا لقب المسيح أعلن في العهد القديم قبل المسيح بأكثر من يمكن حوالي ربعمية خمسمائة سنة خمسمائة سنة خلال دانيال دانيال النبي بيس عشو كده لما نقرأ في دانيال خليني أقرأ دانيال وأرجع للجزء الجزء بتاع دانيال بيقوليني هنا هو الجزء ده بتاع دانيال بيقوليني بيقول دانيال سبعة كنت أرى في رؤى الليل وإزمع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء للقديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوت وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد ابن الإنسان الذي له سلطان لا يزول وملكوت لا ينقرد والذي أيضا تسجد له كل الشعوب وكل الأمم وكل الألسنة عش كده لما نيجي إلى لقب ابن الإنسان في العهد الجديد بنجد هذا اللقب اللقب المسياني ابن الإنسان المسيح المتجسد المسيح الذي أتى كإنسان ابن الإنسان مرتبط بثلاث حاجات في حياة المسيح مرتبط بخدمته الأرضية لما يكلم عن وصف خدمته الأرضية الرب يسوع كان دايما يستخدم ابن الإنسان ومرتبط بألام وأنه ابن الإنسان ينبغي أن يسلم وينبغي أن يسلب وينبغي أن يموت ومرتبط بالألم والصلب ومرتبط بظهوره في المجد يبقى بخدمته الأرضية وبألامه وصلبه وبظهوره في المجد كويس الحاجتين الأولانيين خدمته الأرضية والألم والصلب كويس دول اتحققوا شفناهم في حياة المسيح شفنا يسوع المسيح ابن الإنسان الذي يقول ابن الإنسان الذي ليس له مكان أين يسند رأسه ابن الإنسان الذي كان يصنع خيرا ابن الإنسان الذي كان يتحنن على الجموع وشفنا يسوع ابن الإنسان أيضا الذي أسلم وأهين وصلب ومات دول يتحققوا أما ابن الإنسان الذي يأتي في مجده فهذه هي المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها رب المجد في مجيء الثاني الاثنين النقطتين الأولانيين دول بنسميهم الاتضاع ابن الإنسان في اتضاعه لكن مرحلة ظهوره في المجد هي ابن الإنسان في مجده في مجده مرحلة الاتضاع خدمته وصلبه وموته مرحلة المجد في ظهوره ومجيءه الثاني هتبقى لكن من هو هذا ابن الإنسان مين ده ابن الإنسان لقب ابن الإنسان زي ما قلنا استخدمه المسيح للإشارة إلى خدمته والإشارة إلى نفسه وهو لقب يرمز إلى لهوته وهو المسيح المسيح في لهوته الذي له سلطان تسجد له كل الشعوب هو ملكوته لا ينقرد وسلطانه لا يزول ده شخص المسيح عشان كده لما نيجي إلى حقائق مرتبطة بهذا اللقب أنه هذا اللقب هذا اللقب استخدمه زي ما قلت استخدمه يسوع تسعة وسبعين مرة ليؤكد الجانب الإلهي في شخصه ويؤكد أيضا وجوده السابق لتجسده فهو الموجود قبل التجسد الكلمة الأزلي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان والكلمة صار جسدا والكلمة صار جسدا وحل بيننا عش كده الرب يسوع يقول الآية الجميلة دي يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء إيه ده الحيرة اللي في الآية دي إزاي ابن الإنسان نزل من السماء صعد إلى السماء موجود في السماء لأن الله لا يحد هو أتى إلينا متجسدا أتى إلينا متجسدا ارتضع أن يدخل إلى عالمنا في طبيعة بشرية لكن هذه الطبيعة البشرية لم تلغي لهوته لم تلغي وجوده وكليه الوجود وكليه المعرفة وكليه القدرة التجسد لم يلغي لهوت المسيح ولم يؤثر على عدم محدودية كلمة الله الأزلي ده التجسد وعش كده يقول لنا ليس أحد صعد إلى سماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء يسوع المسيح هو المسيح بشهادة يسوع عن نفسه بشهادة الآخرين عن يسوع بمعجزات يسوع المسيح التي صنعها بموت وقيمته يسوع هو المسيح تقول لي طب ليه رفضوا اليهود لما هو المسيح إلى خصته جاء وخصته لم تقبل ليه رفضوا رفضوا لأنهم أرادوا فقط أن يحق جانب واحد وهو أن يأتي بمجد أن يأتي لكيما يطرد الرومان يأتي لكيما يصنع مملكة أرضية وهم لا يعلمون أنه قد أتى أولا ليقدم نفسه فدية عن كثيرين كان لازم أن يأتي يسوع لكيما يقدم نفسه فدية عن كثيرين كان لازم أن يأتي المسيح لكيما يوجد لنفسه شعبا مقدسا يخفر خطياهم يمحو آثامهم يموت نيابة عنهم ويعطيهم شعبا ويعطيهم أن يكونوا خليقة جديدة لكنهم رفضوا 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 يسوع ورفضوا أن يملك يسوع على حياتهم رفضوا الملك الذي أتى إليهم رئيس السلام الذي أتى لكيما يعطيهم سلام رفضوا ولأجل هذا قال يسوع لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا إن كل من يرفض يسوع وكل من يرفض ملك يسوع على حياته تكون حياته للدمار وللخراب هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ويوم ما رب يسوع نظر إلى أرشليم يقول كتاب نظر إلى أرشليم وباك عليها وقال يا أرشليم يا أرشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولكنكم المخلص مدال إلى يومنا هذا بيقدم نفس الدعوة تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم ما زال رب يسوع بيقدم نفس الدعوة لكل إنسان من آمن بي ولو مات فسيحيا ما زال رب يسوع المسيح المخلص الذي أتى لكما يصنع فداء وخلاص وتطهير من أجل خطيانا عزيز المشاهد أنا أدعوك لتعرف هذا المسيح لكي ما تتغير حياتك ويصير لك حياة أبدية وإلى أن ألتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم